اهلا بكم في نشرة اخبارية جديدة من قناة الغد المشرق نبدأها بالعنوين ابناء الجنوب يحتفلون بالذكرى الرابع والخمسين لعيد الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر يوم الشهيدة الاماراتي ذكرى بعبق التاريخ ووقفة مع الشموخ والكبرية القوات المشتركة تستهدف مواقع الميليشيات الحوثية في اطراف مقبنة وجبل راس وتسقط طائرة المسيرة اهلا بكم تحلوا على بلادنا الذكرى الرابع والخمسين لجلاء المستعمر البريطاني ورحيل اخر جندي من الجنوب يوم الثلاثين من نوفمبر عام الف وتسعمائة وسبعة وستين ويحتفي ابناء الجنوب بذكرى عيد الاستقلال في يوم اشرقت فيه شمس الحرية مذنة بمولد مرحلة جديدة لدولة الجنوب هذا واكد نشطاء جنوبيون على ان الشعب الجنوب لن يقبل الا باستقلال غير مشروط او مؤجل مشيرين الى ان الجنوب لجميع ابنائه دون اقصاء او تهميش دعى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيد الى رفع اياد الفساد والفشل عن دوائر صنع القرار والحد من عبثها كما دعى في كلمته بمناسبة الذكرى الرابع والخمسين للاستقلال الوطني المجيد الى اعادة صياغة الاستراتيجية وتصويب البوصلة بما يجسد التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق الرياض ويحقق اعادة هيكلة منظومة الدولة بجميع مؤسساتها ومختلف مستوياتها على النحو الذي ينهي الفسادة ويعالج الترهل والانهيار الاقتصادي والعسكري احتشد الالاف من المواطنين بمحافظة شبو صباح اليوم في عدد من المدريات لاحياء الذكرى الرابع والخمسين للاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر وفي مديرية نصاب احتشد جموع كبيرة بحضور رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي علي احمد الجبواني الذي اكد على استمرار النضال السلمي لابناء شبوة ضد سلطات الاخوان التي عملت على قمع عدد من التظاهرات مناشدا التحالف العربي بالضغط على سلطات الاخوان لوقف الانتهاكات وحيى نضال ابناء شبوة طوال العامين الماضيين في مقارعة ممارسات سلطات شبوة الاخوانية واعمالها الاجرامية رغم كل الصعاب رغم كل العراقين رغم القمع رغم اطلاق النار الا ان الجماهير ابت الا ان تحضر وتشارك بقوة وعنفوان وهذا اندل على شيء انما يدل على اصرار وعزيمة شعب الجنوب على المضي قدما وعلى تجاوز كل الاخطار ومواجهة كل الصعاب نحن اتينا من مديرية مرخة وتم اطلاق النار علينا ولكن الحمد لله كانت الاشاوز والجنود البواسة الابناء الجنوب موجودين في الساحة كماهير الحمد لله اليوم كثافة وان شاء الله العام القادم سوف نعملها داخل عاصمتنا عشبوة التي منعنا منها بعض نأسف انهم بعض اخواننا نظم مكتب الثقافة بعدن احتفالا فنيا وعرضا مسرحيا بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر على خشبة مسرح حافون بالمعلم برعاية محافظ العاصم عدن على خشبة مسرح حافون التابع لمكتب الثقافة بالعاصمة عدن تتواصل احتفالات عيد الاستقلال المجيد بذكراه الرابعة والخمسين برعاية محافظ العاصمة الاستاذ احمد حامد لملس نحن اليوم نحاول استرقاع واعادة الروح الى مدينة عدن اعادة الحياة الثقافية اعادة الفن لهذه المدينة ان شاء الله نكون عنده حسنا ضن الاخرين ان شاء الله نستطيع ان نقدم شيء لهذه المدينة في مجال الثقافة طبعا نحن لا نستطيع ان نقدم اي شيء الا بتكاتف الجميع انا عن نفسي اشكر جزيل الشكر محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس هو داعم هذه الفعالية اليوم هو يوم عظيم ويستحق مننا ان نحتفل به وهو يوم النصر نصر القنوب نصر شعب القنوب نصر على الدولة التي لا تغيب عنها الشمس طبعا اليوم الحرية يجب ان نتذكره في كل عام وفي كل وقت الحفل شهد فقارات غنائية وفنية وعروض مسرحية احياها عدد من الفنانين التابعين لمكتب الثقافة حظيت باستحسان الحاضرين وعكست اهمية تلك المناسبة الغالية على نفس الشعب الجنوبي نحن الآن في مسرح حافون نحية الذكرى الرابع والخمسين من الثلاثين لنفمبر برعاية محافظ محافظة علن حمد حامد لملس وهذا اليوم الذي ارتفع به العلم الجنوبي من يوم الاستغلال البريطاني البريطاني تأتي هذه الفعالية في اطار عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تشهدها العاصمة وباقي محافظات الجنوب احتفاء بعيد الاستقلال الثلاثين من نوفمبر المجيد صلح العاقل قناة الغد المشرق عدن افتوتها بمدينة المكلة مشروع مباني المرحلة الثانية لكلية الشرطة بحضر موت تزامنا مع احتفالات بلادنا بعيد الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر من الحلم الى الواقع كلية الشرطة بحضر موت واقع اضحى شبان اربع محافظات يقتفون تماره مباني الكلية ومشاريعها اخذة في النمو والاتساع المرحلة الثانية من مشروع مباني الكلية افتتحت الافتتاح تزامنا مع احتفالات بلادنا بالذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني المجيد سعيد جدا اليوم بهذا الحدث كل حضر موت سعيدة كل ضيوف حضر موت سعداء بهذا الحدث وازف التحية والتبركات واهدي هذا العمل العظيم هذا الانجاز العظيم الافخامة الرئيس عبد الربى بنصور هادي رئيس الجمهورية القايدة الاعلى للقوات المسلحة اليوم ممكن نقول ان كلية اكتملت بكل اساسيتها مشروع المرحلة الثانية تكون من الببن الاكاديمي المخصص لمكاتب المعامل والمختبرات ومعمل ومختبر للعلوم الشرطية الى جانب مباني لادارة الكلية وسكن طلابي وفصول دراسية وقاعة محاضرات ومكتبة ومركز ابحاث هذا المشروع الذي نشاهده اليوم هو عبارة عن جزء من طموح هذه المحافظة والوطن عموما فهذه المؤسسات الاكاديمية والتعليمية هي تدرس هذه المعارف القانونية واللائحية وكثير من العلوم في الميادين المختلفة سواء كان شرطية او امنية او في علم اكشاف الجريمة وغيرا من هذه الامور بانجاز المرحلة الثانية تكون كلية الشرطة اكثر قدرة على استيعاب الشبان من محافظات حضر موت وشبوة والمهرة وسقطرار المحافظات التي باتت اجهزة الشرطة فيها تستوعب خرجي الكلية خلال العامين الماضيين عيد روس الخليفي لقناة الغد المشكلة شهدت محافظة ابيان حفلا خطابيا وفنيا برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي وذلك ضمن فعاليات واحتفالات شعب الجنوب بمناسبة الذكرى الرابع والخمسين لعيد الاستقلال ورحيل الاستعمار البريطاني من الجنوب وسط حضور رسمي للغيادة الامنية والاسكرية بمحافظة ابيان نظمت الغيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في ابيان حفلا خطابي وفني بمناسبة الذكرى الرابع والخمسين لعيد الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر ذكرى رحيل الاستعمار البريطاني من الجنوب هذه الذكرى القالية على قلوب كل الجنوبيين لنتذكر في هذا اليوم التاريخي عندما رفع علم دولة الجنوب بالوليدة وتغاطر شعب الجنوب من مختلف المحافظات ابتهاقين بهذه الفرحة لقد كافح شعب الجنوب خلال اربع سنوات وتكلل نضاله وكفاحي بن مصر المبين في ثلاثين نوفمبر سبعة وستين ذلك الاستقلال الناجز واقام دولة مهابة ودولة كانت تقدم كل الواجباتها تقاه ابناء الشعب كان اليوم يوم سعيد حقيقة واستعرضنا في هذا الحفل فقرات عديدة ثقافية وتراثية منها فرقة الدحيف التراثية وعدد من الفنانين الذين أحيوا هذه الفقرات وشعر أبيان من الرعيل الأول هذا وتخلل الحفل فقرات متنوعة للفن والشعر الأبياني شارك فيها كوكبة من نجوم الفن والأدب بالمحافظة بالإضافة إلى الرقصات الشعبية والتراثية الذي تميزت به محافظة أبيان ما ميز هذه المناسبة هو تكريم مجموعة من رموز الفن والأدب في محافظة أبيان وهذا دليل واضح على صحة النهج السياسي والثقافي والاجتماعي للمجلس الانتقالي الجنوبي وذلك تقديراً لأولاء الرواد فيما قدموه من إبداعات فنية وأدبية هذه ذكرى طبعاً قالها على شعب الجنوب في جلال الاستعمار البرياطني من أرض الجنوب عام 1967 والشعب الجنوبي اليوم يحتفل بهذا العرس بعد التحرير والاستقلال وفي ختام الحفل بادرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي وبتوجيهات اللواعي دروس الزبيدي بتكريم عدد من رموز الفن والأدب في المحافظة وذلك لدورهم الريادي والإيابي في كافة المراحل التي مرت بها أبيان على وجه الخصوص والمحافظات الجنوبية بشكل عام لقناة الغد المشرق أثمان عامر أبيان وقفة إجلال وفخر تقيمها دولة الإمارات وفاء لشهدائها الأبرار في يوم الشهيد الذي أضحى مناسبة وطنية تخلد جهود الإمارات في نشر السلام بالعالم وبدماء شهدائها في اليمن وشحت الإمارات التاريخة بملحمة أخوة قدمت فيها أبنائها فداء لعروبة اليمن حين يكبر الطموح يتحرر الإنسان من فواصل الجغرافيا فيقف التاريخ مرغما ليحدث العابرين في رحلة الأجيال الأبدية عن أثاره وتأثيره عن اسمه ووسمه عن حياته ومن شئه إنه العمر الثاني الذي يعيشه الأبطال ونسميه نحن الخلود ويعيده الزمن كلما اكتملت دورته وهنا نسميه نحن الذكرى وهكذا تختزن ذاكرة الشعوب أحداثها ورموزها ذكرى الشهيد عبارة كلما حاول المصطلح أن يختزلها خانته سعة التعبير عن احتواء معناها الحقيقي لأنها أكبر من مجرد ذكرى فالشهيد هو ذاك الإنسان الذي يحمل بداخله بطولة ومجدا وهمة لا تكفيها مساحة العمر البشري لأنها لا تقبل الفناء ومن هنا كانت حياة الشهداء تنتقل عبر الأجيال فتعزفها أنشودة خالدة وتعيشها أعيادا وذكريات وتقتات على معانيها وتستشف منها معنى الوطني والعلمي والنشيد فتقرأها رموزا مقدسة في محراب الوطن الكبير وهكذا كان الإنسان الإماراتي أكبر من الجغرافيا وعصي على تجاوزات التاريخ وقف ذات يوم ليقول للغزاة نحن حماة عارين الأمة والثوابت لا تقف هويتنا عند حدود مفتعلة لنا وطن عربي كبير ولنا في اليمن أهل ودم ومصير سنغني للموت في سبيل رسالتنا بل ونراها في سبيل الحياة هي الحياة نعم إنه الشهيد الخالد العظيم والخلود أكبر من النعوش ومرسيم الوداع ودموع الأحبة لأنه ببساطة هو الإنسان الذكرى أعلن التحالف العربي استهداف معسكر تدريبي لعناصر من ميليشيات الحوثي جنوبا ماهلية بمحافظة مأرب بغارة جوية أسفرت عن مقتل أكثر من ستين عنصرا من الميليشيات هذا وأكد التحالف العربي أنه شن ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة لميليشيات الحوثي في صنعاء من بينها موقع سري تابع لخبراء الحرس الثوري الإيراني وأشار التحالف إلى أنه تم تدمير ورش لتجميع الصواريخ الباليستية بقاعدة الديلمي المرتبطة بمطار صنعاء وموقع لتجميع وتخزين الصواريخ الباليستية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية دكت القوات المشتركة أهدافا للميليشيات الحوثية وأسقطت طائرة مسيرة هجومية في محور حيس وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الوحدات المرابطة في حيس دكت بسلاح المدفعية أهدافا ثابتا للميليشيات الحوثية في أطراف مديرية مقبنة بمحافظة تاعز وأطراف مديرية جبل راس بمحافظة الحديدة وأكدا أن القصف حقق إصابات مباشرة بعد رصد دقيق لتجمعات وتعزيزات للميليشيات الإنقلابية الأمر الذي ضاعف من حجم خسائرها البشرية نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل المقاومة الوطنية تتسلم ثمانين ألف جرعة من لقاح سينوفار مقدمة من الأشقاء في الإمارات أهلا بكم من جديد وصلت إلى مدينة المخة ثمانون ألف جرعة لقاح ضد الفيروس كورونا ومنحة لإنارة شوارع مدينة المخة مقدمة من دولة الإمارات الشقيقة للمدنيين ومنتسبي القوات المشتركة في ساحل الغربي على مختلف المستويات صحيا وتنمويا وتعليميا تواصل دولة الإمارات مصاندة اليمنيين وهم يخوضون معركة ضد ميليشيات الحوط الإنقلابية ويواجهون معاناة لا تنتهي هنا في مدينة المخة غرب محافظة تعز تسلمت دائرة الخدمات الطبية في المقاومة الوطنية ثمانين ألف جرعة من لقاح سينوفار المضاد لفيروس كورونا قدمته الإمارات للقوات المشتركة والمدنيين في مديريات الصاحل الغربي المحررة في ظل ظهور تحور جديد للفيروس بات يوسع انتشاره في دول العالم في ظل التحور الفيروسي كورونا الجديد وهمية لتعزيز الجهاز المناعي تم استكبار ثمانين ألف جرعة لقاح كورونا مقدمة من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة إلى القوات المشتركة والمدنيين في مديريات الساحل الغربي كل الشكر والتقدير إلى الأشقاء في الإمارات على المواقف الصادقة ويقدموا من دعم صادق إلى الشعب اليمني تستفيد من هذه اللقاحات ثمان مديريات في محافظتي تعز الحديدة كما تؤكد السلطات في مدينة المخة تقول هذه السلطات إنه سيتم خلال اليومين القادمين التنسيق مع مكاتب الصحة في مديريات الساحل وتشكيل فرقا ميدانية للبدء في تحصين المدنيين ومنتسبية القوات المشتركة هذا الدعم الصحي جاء متزامنا مع دعم آخر شمل تزويد السلطة المحلية بسبعين عمود إنارة مع منظوماته المتكاملة التي تعمل بالطاقة الشمسية لإضاءة شوارع المدينة والتغلب على مشاكل التيار الكهربائي وضمان تشغيل الإنارات ليلا بشكل منتظم سيخلد التاريخ بهذه المناسبة العظيمة ونحن ندشن مشاريع في مقالة تنمية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة وهو عبارة عن سبعين عمود للطاقة الشمسية لنارة شوارع مدينة المخى بشكل عام تقول السلطات في مدينة المخى إن الإمارات قدمت العديد من المساعدات في مجالات مختلفة على مدى الأعوام الماضية لإعادة تطبيع الحياة وإصلاح ما دمرته حرب ميليشيات الحوثي كالإغاثة وإعادة الإعمار والبناء وهو دعم لاقى إشادة من قبل هذه السلطات والسكان في تلك المناطق مؤقدين أنه جزء من دعم متواصل يشمل كافة المحافظات المحررة طالبت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بإطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على القيود المفروضة في إجراءات مواجهة وباء كورونا في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي مع استمرار رفضها للتطعيم ضد الوباء مع استمرار رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية للتطعيم ضد وباء كورونا طالبت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بإطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على القيود المفروضة على إجراءات مواجهة وباء كورونا في مناطق سيطرة الانقلاب اللجنة أكدت في بيان صادر عن اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن قرار مجلس الأمن رقم 2365 لعام 2021 شددوا بصورة واضحة على جميع الدول والأطراف تسيير وتسهيل حملات التلقيح ضد كورونا وكلف المبعوثين الدوليين والمنظمات المعنية بإحاطة المجلس بأي ممارسات تأيق ذلك وحملت اللجنة العليا للطوارئ ميليشي الحوثي مسئولية استمرار تعنتها ورفضها للتطعيم ضد وباء كورونا في مناطق سيطرتها بما في ذلك الكوادر الصحية والطبية ما يعرض حياتهم للخطر وسط عدم اهتمام الميليشيات بخسارة الأطباء والتواقم الصحية وحياة الشعب اليمني بأكمله كما حملت لجنة الطوارئ اليمنية ميليشيات حوثي كامل المسئولية عن معاودة تفشي مرض شرل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتحديدا في صعدة وحجة نظرا لمنعها فرق التحصين بعد أن كان اليمن قد تخلص من هذا المرض عام 2006 ودعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية للإفصاح عن هذه الممارسات التي تنتهجها ميليشي الحوثي وللضغط عليها بهدف السماح لفرق التحصين والتطعيم بالقيام بمهامها هذا وأقرت اللجنة إلزامية تطعيم ضد فيروس كورونا لجميع موظفي الدولة ورفع جهزية القطاع الصحي استجابة للتحذيرات العالمية من المتحور أو مايكرون جديد من فيروس كورونا أما الآن نتابع وإياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا قال رئيس شركة صناعة الأدوية موديرنا إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد المتحور أو مايكرون جديد بالذكر أن موديرنا كانت قد أعلنت عزمها تطوير جرعة معززة من اللقاح مخصصة للحماية من المتحور أوميكرون أما شركة جونسون أن جونسون فأعلنت أنها بصدد تقييم فعالية لقاحها المضاد لكوفيد 19 في مواجهة المتحورات بما فيها أوميكرون حيث ستباشر بسرعة إجراء التجارب السريرية على النسخة الجديدة من اللقاح أعلنت منظمة الصحة العالمية في مذكرة موجهة إلى الدول الأعضاء أن هناك غموضا كبيرا لا يزال يحيط بالمتحور الجديد الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا وأكدت المنظمة أنه لم يسبق أبدا أن تسببت إحدى متحورات فيروس كورونا بهذا المستوى من الهلع منذ ظهور دلتا الذي كان شديد العدوى وقالت المنظمة أن أوميكرون متحور مختلف بدرجة كبيرة يحتوي على عدد مرتفع من النسخ بعضها مقلق وقد يكون مرتبطا باحتمال إفلاته من الجهاز المناعي وزيادة انتقال العدوى نهاية النشرة إلى العنوين أبناء الجنوب يحتفلون بالذكرى الرابع والخمسين العيد الاستقلال الوطني الثلاثين من نوفمبر يوم الشهيد الإماراتي ذكرى بعبق التاريخ ووقفة مع الشموخ والكبرياء القوات المشتركة تستهدف مواقع الميليشيات الحوثية في أطراف مقبنة وجبل راس وتسقط طائرة مسيرة نهاية النشرة شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة